التأخير زي كل الملفات ما بتتأخر في النمثة ده ضغط شغل في الماجسترات عدد عمال قليل ده ما قدرش أنا أقول لك عليه سبب التأخير يعمل إيه أي واحد مقدم على الجنسية بقاله ست شهور من فضلك روح لمكتب محامي وإسأله على حقك القانوني إذا هو قابل أنا مش بنصح الناس النهاردة أنهم يقدموا شكاوي أنا ده مش هدفين بس الناس مش عارفة فإحنا طالعين النهاردة نقول أنت عندك حل قانوني تقدر أن أنت تحصل عليه في حالة أن أنت عايز فيه واحد بيقدم على الجنسية ويقول لأ سبيهم يا رب ياخدوا خمس سنين خلاص هو موافق على كده فيه حد تاني لا عايز يعرف الإجراءات هتتم إزاي فإذا واحد بعد ست شهور وهو خلاص مش حابب أن هو ينتظر وقت طويل فيه يتجه لمكتب محامي ويقدم عن طريقه شكوى قانونية وزي ما شرحنا الشكوى دي مهلتها الفعلية ثلاث شهور في الماجسترات يعني ممكن الماجسترات ترد عليه تقوله فيه استكمال أوراق وفيه الماجسترات ترد عليه تقوله جالك رفض هو جنسية ممكن يجي لها رفض آه طبعا ممكن يكون عنده مشكلة وهو مش عارف هو أقدمه مش عارف تبعط له رفض بيعمل طعن ويروح للمحكمة والقضي هو لي يقرر ممكن الماجسترات ترد عليه تقوله خلاص مبروك أنت حصلت على الجنسية وتبعط له معادل حلف اليمين وإن يقدم على الجواز تمام ده ممكن ترد عليه تقوله كده ده دمن الثلاث شهور زي مهلت الشكوى الفعلية ثلاث شهور طيب دمن الثلاث شهور الماجسترات ما عندهاش وقت تقابل أو ما ردتش وما ردتش خالص ولا ديته أي حاجة بعد الثلاث شهور مش من حقها تكرر بتبعت الملف للمحكمة الإدارية ساعتها بقى الملف بيروح عند القضي القضي هو بقى هنا اللي بيكرر بيفحص أوراق الجنسية بتاعته كلها وبيشوف هل هو يستحق أنه يحصل على الجنسية ولا لأ إذا بيستحق بيحصل على الجنسية من عند القضي يعني القضي بيعمل عنده هو كل حاجة وبياخد البوزيتف من عند القضي وخلاص طب هو مش فيه إجراءات يعني تقديم الجنسية اللي بتقدمها للماجسترات إذا كان الشخص إذا كان الشخص قدر يقدم كل الأوراق المطلوبة منه وبناء عليه الملف بتاعه سليم فإذا كان الملف سليم ومفيش أي أوراق نقصة فأنا بقول لما الماجسترات قررت إنها تستلم الملف بتاع الشخص ده المفروض إن هي سلامته بناء على تكملة كل الأوراق المطلوبة إيه اللي يخلي الماجسترات تعطل الملف لأنه لو عنده أخطاء المفروض كانت تقوله في الأول كم ده أيها دي حاجة أنا ما أدرش أقول حضرتك عليها أنا ما أعرفش هو إنت رايح ملفك عند الموظف ده ممكن يسيبه عنده 3-4 سنين وممكن يكون ما عندكش أي مشكلة في الملف بتاعك وصلنا لغاية إنه واحد ما قدم بقاله 6 شهور حضرتك أخر حاجة سألتني في الجنسية قلتلي ليه بيأخروا الملفات معرفش يا إما الموظف شغال بطي يا إما عدد أولايل في الموظفين زي ما قلنا معرفش فيه واحد بيبقى مستكمل كل الأوراق بتاعته ما عندهش ولا نقص ما عندهش أي حاجة عنده المفروض قدم ياخد الجنسية خلاص شهرين 3 وطبع أنا على فكرة دي أكتر حاجة في فيينا يحق لي برضو إنه هو يقدم طب أخلص كلامي ده يحق لي برضو إنه هو ممكن يروح يقدم طعن أو يقدم مش طعن مش طعن لأ اللي مقدم على الجنسية بقاله 6 شهور ومجالوش رد وكل مرة يكتب للماجسترات يقول له صبر تحلى بالصبر استكمال أوراق ووصل ل 6 شهور مفيش أي مجاوبة ومش عايز ينتظر زي ما قلنا بيعمل سويمانس بشفير دا شكوى قانونية مش طعن هو ما اترفتش عشان يطعن شكوى قانونية وفي الحالة دي الماجسترات زي ما قلنا بعشان ما نعيدش الكلام يقيمة بيجيله رد من الماجسترات يقيمة بتحول ملفه للمحكمة طيب بالنسبة بقى يمكن تنونا الموضوع دا في عجالة بس يعني أنا حابب أننا ننوه ليه بشيء من التفصيل يمكن كان واحد كان بيتكلم على موضوع عديم الجنسية موجود في العالم 10 مليون شخص ليس لهم جنسية عديم الجنسية صح وخصينا بالنمس عشان نتكلم على حالات اللي في النمس عندنا 20 ألف شخص موجودين في النمس هم عديم الجنسية تعالى الإجراءات الخاصة بعديم الجنسية دول يعملوا ايه او ايه موقفهم او ايه اللي ممكن نقدمه او تنصحيهم بايه هو أنا بعمل شغلة في الدولة أنا كنفسي أنا أطلع لهم أنا قانون ياخدوا الجنسين المساوية على طول هو ده وجه نظري واحد ما عندهش جنسية المفروض فورا ياخد الجنسين المساوية نعم بس للأسف الأمور مش مش يا كده هنا مش معا بينطبق عليهم نفس الشروط اللي بتنطبق على أي حد لغاية اللحظة دي لغاية اللحظة دي لازم يكون ست سنين شروط الجنسية بقى اللي احنا عارفنا